المدة القصوى لصلاة القصر في حالة السفر كم يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لصلاة القصر فهي رخصة من الله عز وجل واختلف أهل العلم في ذلك لورود أخبار وآثار متنوعة فمنهم من قال سلاسة أيام ومنهم من قال أربعة أيام ومنهم من قال أسبوع ومنهم من قال خمسة عشر يوما لأن النبي صلى الله عليه وآله قصر في مكة في عام الفتح هذه المدة فلكن طبعا مسألة حينما إذا أتينا لتخصص الفق المقارن يعني اللي هو الترجيح ما بين الأراء الاكتهادية فأرى أن أربعة أيام كافية أن الإنسان بعد السفر ارتح جسده وعرف المعالم فإن شاء الله يقصر إلى أربعة أيام خلاص أنه بعد كده استقر به الحالي استقر به الحالي